زيزو وده سؤال بطرحه دايما على كل من هو قريب من نادي الزمالك يعني زيزو لو انت راجل وانت راجل داليا راجل ناجح جدا وجاي لك عرض قال لك والله انا عايز اشتري منك زيزو بعشرة مليون دولار مثلا يعني على الرقم يعني متوسط ممكن انت بشكل اداري تقول والله العشرة مليون دولار ده ممكن يعمله واحد اثنين تلاتة اربعة واسدد هنا حاجة واشتري هنا حاجة وعمل هنا حاجة فتبقى القيمة كويسة ده منطق مين الاداري منطق الراجل الزمالكاوي يقولك لأ انا لو بقى تزيزو دي الدنيا تقوم عليها حتى لو بمئة مليون دولار انت هنا بقى في موقف زي ده ما بين الطبيعة المهنية الادارية اللي ناجح عندك جدا وبين الطبيعة الجماهيرية والوقت والظروف تتعامل ازاي في موقف زي ده انا هشبهلك بالهندسة ياريت بيبقى اي مبنى في الدنيا في حاجة اسمها الكور الاعمدة الاساسية اللي ببني عليها بقية المبنى ممتاز تمام صحيح ففي زيزو وفتوح من الاعمدة الاساسية دي لو انا باعتها المبنى يقع يبقى ضعيف يبقى بتحصل مشكلة اقدر ابيع زيزو لو انا عندي البدايل القوية المحترمة واحد واثنين وثلاثة يوم اقدر اطلع واحد من دول استفيد بيه لكن مجيش اشيل العمود الاساسي بتاع العمارة ما ينفعش يبقى اذا اهم من القرار توقيت القرار يعني انت ممكن تاخد قرار بيبقى زيزو فعلا بس ممكن تبقى في اخر السنة تقول انت زبطت الفرقة كلها او كمان سنة سنتين ليس سنتين لما يخلص ودي من الاخطاء اللي حصلت قبل كده يعني مش معقولة بقى كسبان الدوري سنتين وعندي قوام ممتاز ممتاز بتاع فريق بدل ما زود عليه واشوف ايه النواقص اغير فيه تقريبا 11 لعب اه ومشي تقريبا معظم المهمين المهمين يعني معظم الاعمال البلاد كنتول عليها دلوقتي داي بالزبط يعني الشرح ان انت شراحه دا كله حصل فعلا وده اللي حصل انت الاعمال الاساساسية فهديت الهديت بالزبط بالزبط